ترجمة نانسي قنقر وعسكريين ألمان سيصلوا إلى تركيا أيضا في إطار التحضيرات لنشر المنظومات الدفاعية يذكر أن الحكومة والبرلمان في هولندا صادقا في وقت سابقا على إرسال منظومتين باتريوت و360 عسكريا بطلب من حلف شمال الأطلسي التي تقدمت إليه تركيا بطلب لنشر تلك المنظومات على حدودها مع سوريا بعد أن سقطت قضائف من الجانب السوري على الأراضي التركية وقالت قيادة في الجيش الأمريكي في أوروبا ومقرها ألمانيا أن عسكريين وتجهيزات أمريكية وصلت إلى القاعدة الجوية في أنجرليك لنشر بطريات الصواريخ الباتريوت وتابع البيان في الأيام المقبلة سترسل طائرات على متنها حوالي 400 جندي وتجهيزات إضافية إلى تركيا وسترسل أيضا تجهيزات أخرى بحرا في وقت لاحق وأضاف البيان أن هذه القدرات العسكرية ستعزز القدرات الدفاعية الجوية لتركيا وستسهم في وقف تصعيد الأزمة على حدود الحلف ترجمة نانسي قنقر